من القاهرة عبر الأخمار الصناعية الناقض الفني والسينماي عالي الكاشوتي مساء الخير أهلا بك معنا سيد علي هل فاجأك أي من الفائزين في حفل الأوسكار الحقيقة أن حفل الأوسكار كان مليء من منفجأات مبارح يعني إحنا كنا متوقعين أن فيلم سريبل بورد هو اللي هيقتنس أغلب الجواز لكن اتفاجئنا بأن فيلم شيب وفوتر واخد جواز مهمة جدا رغم الاتهامات اللي كانت موجهة للفيلم قبل حفل الأوسكار بأنه مقتبس أو أنه فيه مجموعة من المشاهد موجودة في مسرحية سابقة وكمان في فيلم توم هانجس اسمه سبلاش الحقيقة كان فيه مجموعة كبيرة من المفاجآت فقط كل توقعاتنا عندما بتأتي النتائج بعكس ما يتوقع خبراء مثلك النقاد سينمائيون ماذا يعني هذا؟ ما العوامل التي تؤدي لنتائج غير ما تتوقعون أنتم كنقاد؟ في الحقيقة لما بيكون فيه أفلام نتائج جوازها بتطلع صادمة أو مغيرة للأراء النقاد بيبقى أكيد فيه توجهات أو بيبقى فيه أكيد أهواء شخصية داخل لجنة اختيار الأفلام لأن بطبيعة الحال إذا كان فيه فيلم سناديو متهم بالاقتباس على أقل كان لازم اللجنة تاخد بالها أن تشوف الاقتباس ده حقيقي أو لا كنعمل مراجعة قبل ما يتم إعلان الجواز خصوصا أننا شفنا فيلم ثريبل بورد المخرج بتاعه ما كانش موجود في قيمة الترشحات الخاصة بالأفضل مخرج وبالتالي وكأنهم بيفتحوا المجال لأن فيلم شاب وفوتر هو اللي يكون أفضل فيلم وده بالنسبة لنا كان غريب جدا حقيقي لأن فيلم ثريبل بورد هو كان أخوى بشكل كبير ما كانش موجود في الترشيح أفضل مخرج وده فتح المجال بشكل مخرج إذا شايفه في فوتر أنه يحصل على الجايزة طيب لأنه ما كان فيه منافسين قصدك يعني لا طبعا كان فيه منافسين يعني فيه نولان بفيلمه دانكريك وغيرهم من المخرجين المهمين لكن بس مخرج بيل بورد في كل الأحوال لو كان مخرج ثريبل بورد هو اللي موجود في الفئة أفضل مخرج كان هو اللي لازم يفوز بيها طبعا لأن فيلم حقيقي يستحق الفوز فيه أمور علمية تأخذ بعين الاعتبار عند الاختيار الفائزين علمية فنية بحتة بسيد علي لأنه طبعا ما في مجال لأخذ الأراء هنا أراء شخصية صحيح؟ صحيح الأراء بتكون أراء شخصية لكن المستوى الفني الخاص بأي عمل سينمائي مفيش عليه اختلاف يعني سواء العناصر المتميزة اللي بتكون موجودة في كل عمل فني هي اللي بترشحه أو هي اللي بتأهله أن هو يترشح لجواز الأوسكار فيلم ثريبل بورد من أهم الأفلام اللي تقدمت في السينما الأمريكا مؤخرا وما اعتمدش على نجوم كبار معروفين في العالم كله ولا اعتمد على نجوم مخضرمين كان فيه مباراة تمثيلية رائعة السيناريو الخاص بالفيلم كان سيناريو فائق الجودة وما كانش بيدي فرصة للجمهور أو للمشاهد الفيلم أنه هو يلتفت ولو لحظة طول الوقت كانت الأحداث متلاحقة وثريعة وعلى طول فحال الجذب للمشاهد لازم تحضري حقيقي الفيلم فعلا نستحق فيه رح يحضروا رح يحضروا شكرا من القاهرة الناقض الفني والسينمائي عالي الكاشوفي ترجمة نانسي قنقر